بسم الله الرحمن الرحيم معاكم المهندس علاء الدين شركة ميجرد وازر فيد للتاكيف والمعاولات طبعاً احنا في مشروع عن برات جزايا المنفرسان المشروع عبارة عن جريفي عبارة عن 12 سيستم دافلي بتوصلين ب33 اندور يونت 33 اندور يونت تقريباً الساعة التبردية للمشروع 150 تبريد بتوصلين عبارة عن 12 سيستم عن طريق بالسيستم الخارجي السيستم الخارجي بتوصل عن طريق الكمر باين وده 2 تحت الانسل تحت دلوقت في الباسنجر تيريا يوديكم الاندور يونت طبعاً النظام الكفاة التبردية عالية جداً النظام تم ايجازه في مدة زمنية في تقريباً 30 يوم في مشروع عبارات جزايا المنفرسان من مزايا النظام ده ان النظام ده نقدر نوصله بالطاقة الشمسية ونقدر نوفر بالطاقة لأن النظام ده 10 تبريد نقدر نوفر لحد 60 أو 70 أو 100 كمان لو عندنا مساحة احنا نقدر نوصل عليها للطاقة الشمسية طبعاً النظام ده احنا عملنا احلال وتكديد للمركب بالنظام القديم وجبنا نظام الجهمي بيك جديد احنا بنتميز بشكل كبير ان احنا عندنا هنا شاشة ديشتال الشاشة ديشتال اللي بيكون عليها الهرور بالكامل سواء العطار أو الأكوات ونقدر نفكر المصمرين دول ونشايد بعمال السيانة الدولية ان احنا نشوف الهرية عندنا ونكون عندنا الجهاز AC ON طيب لو عندنا اي اي ايرور مثلاً في السيستم يبان على الشاشة الخارجية ويبان على سنتر كنترول اللي احنا نشرحوك في الفيديو القادم بالنسبة لل ايرور وعندنا النظام ده في ميزة مهمة جداً ان انا مركب قبل الوحدات الداخلية مركب شاتور فالف ده مستو ايه في عملية السيانة فيما بعد لولا قدر الله عندي وحدة داخلية حصل لها اي ايرور على الانضام وحبيت ان انا افكها مش هوقف بالسيستم كله اقفل المحابس فقط لاغير واشيل الوحدة الداخلية عمل لها سيانة والسيستم شغال ده ميزت بالشاتور فالف وانسى على بريدك وانا عادت سألك عن قلية التركيب وايه المميزات او ايه العيوب اللي قابتك وانت بتركب النظام ده والله انتزام اسكى ما يكون بصراحة اه كان بيقابلنا بعض المعاوقات في العمل اه زي مثلا على سبيل المثال اه ممكن المكيف ما يكونش خاد البرهيتد المصبوط والبرهيتد شقدت الوحدات الداخلية القديمة وركبنت الوحدات داخلية الجديدة لنزام طبعا اه وبالنسبة للوحدات الخارجية دايما انتزاعد نمنسفياه بش مودة ثانية بعد ما انتقلنا من الوحدات الداخلية مع الكنشن طبعا وصالنا بينما بينهم المancing ال traveling وما بين الوحدات الداخلية والوحدات الخارجية الخارجية الوحدات الداخلية او الوحدة الخارجية وصلنا الكنترول ماشي مع بعض على التوالي من الوحدة الخارجية للوحدات الداخلية واخر وحدة طبعا بنركض فيها المقاومة وبعد الانتهام من عملية التركيب لابد ان احنا نعمل عملية تسخيم للكمبروسر نرفع السيركت بريكر واقل من ثمان ساعات على سبيل المثال لو الكعربة فصلت او حد فصل الكعربة بيقيلي على شاشة التشتر وانا بعمل عملية الدباجن بيقيلي او زيرو مقرد ما يقيلي او زيرو المفروض ما كملش عملية الدباجن لانه المخيب بيقولك ان هو معلش شو قالت بقى يعني ايه عملية الدباجن؟ عملية الدباجن عملية تصحيح للسيستم في خطوات لعملية الدباجن هتكملها بالفيديو الخاضم ان شاء الله بنقول لكم قالية الدباجن فالسيستم بصراحة احنا شفنا في قالية التركيب اسهل ما يقول الشركة الاساسية كان في دعم بشكل كبير جدا من المهندس محمد عبدالفتوح والمهندس مصطفى بيدعمونا بشكل كبير جدا من حسب كتالوجات وقالية التركيب والتميز فقى اه 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 شكرا